إلى فقرة أخرى مثل هنهار هو مش مثل هنهار تحديداً إنما شهر أدار بكامله هو شهر التوعية من مرض الأندومتريوز شو يعني أندومتريوز لكثير الناس اللي سامعين بهيد العبارة أو بهيد المرض اللي بالعربة بعتقد اسمه بطانة الرحم المهاجرة هذا الموضوع هو أساسي مع أنه ما كتير الناس بتعرف عنه بس هو هذا المرض يصيب سيدة من أصل عشر سيدات شو هي عوارده شو هي تداعياته شو هي مخاطره اللي بتوصل مخاطره إلى حد عدم القدرة على الإنجاب كيف طرق العلاج الأساسية وهل في طرق علاج منه كل التفاصيل رح تطلعنا عليها سوها وهاب اللي هي أسست موقع أندو نارابيك أو الأندومتريوز بالعربة وهي أصلاً عملت مؤتمر وندوة حول هذا الموضوع بالتعاون مع جمعية خلخال خلينا نشوف شوي الصور نرجع ننتقل لسوها هذا المؤتمر اللي خصص للإضاءة على موضوع بطانة الرحم المهاجرة اللي عقد خلال هذا الأسبوع سوها هي طالبة الطب أيضاً معنية بهذا الموضوع عم تنشر التوعية حوله من خلال هذا المؤتمر اللي نعمل واللي بفرج عوارض العوارض الأندومتريوز كيف نتعرف عليه كيف نعرف إنه هيدا هو أندومتريوز شو هي طرق العلاج وإلى أي مدى تطور الطب بهيدا المجال بعدنا عم نتابع سوها الصور من هذا المؤتمر اللي عقد بمشاركة كبيرة واللي أساساً صار في تفاعل كتير كبير مع سوها نتيجة هيدا المؤتمر سوها صباح الخير بجواري بطانة كيفيك؟ يعطيك ألف عافية بطانة الرحم المهاجرة هيدا الترم الطب بالعربي للأندومتريوز ناس أكيد رح تتفاجأ مثل ما أنا يمكن من الناس الليلة اللي سامعين بهذا الموضوع خبرين شو يعني أندومتريوز أول شي ما سيكتير أنكم استقبلتون اليوم حتى نضوّق أكتر أكتر المرض لأنه ما كتير نحكي عنه للأسف الأندومتريوز زوجه بسيب مرأة من أصل عشرة وبيكون سببه هو وجود أنسجة بتشبه بطانة الرحم وهي بطانة الرحم هي عبارة عن الجزء الداخل لطباع الرحم وهو كل شهر خلال البريد بينزع على شكل دام فهيدا الأنسجة بتشبه بطانة الرحم بس تكون موجودة خارج الرحم لليوم نحنا صرنا لقيين هيدول الأنسجة على أي عضو من أعضاء الجسم ممكن يكونوا موجودين عند مختلف المرضى بيكون عندهم هيدول الأنسجة موجودين بمناطق مختلفة عادة بيكونوا موجودين بمنطقة الحود مثل على المبيض على أربطة الرحم كمان فينا نلاقيهم على الأمعاء فينا نلاقيهم يعني وينما كان على الجسم ممكن يلتقوا وهنا بيصيروا يعملوا أستوجين وهنا كمانا بيتغزوا على الأستوجين بيصيروا يسببوا التهاب كل شهر هيدا الالتهاب بيصير التهاب مزمن كل شهر مع البريد فبيصير يسبب التصاقات ومع الوقت هيدول التصاقات بيصيروا يعني مثل اللي يشوهوا إذا بديك الأنطمي طبع الجسم لأنه بيصيروا يلتسقوا الأعضاء ببعضهم بيصيروا يزيدوا العوارض فمع الوقت إذا ما لتعالج بطريقة مزبوطة ممكن يصيروا العوارض مزمن هلا نحنا ما بنستعمل نحنا ما بنستعمل كلمة بيطانة الرحمة المهاجرة للصراحة حتى على البيج لأنه الاسم منه على بيطانة الرحم لأنه نحنا بالأول كنا نفكر أنه هي ذاتة بيطانة الرحم بعدين شفنا أنه هيدول الأنسجة منهم هن زاتهم يعني هن بيعملوا أستجن في كتير اختلافات بين هيدول الأنسجة وبين بيطانة الرحم فمعش نستعمل يعني نحنا نحن ساححتي لأنا صراحة ما بعرف بهذا الموضوع بس عملتك شوي بحث سريع تشوف شو يعني أنضمتريوس هلأ هنالعالم بستعملوا هالاسم بس حما نستعمل بس صراحة سوها هون بدي أسألك ليش يعني هيدا الأنسجة اللي مفترض تكون داخل الرحم بدي تغادروا إلى أجزاء أخرى وهذا شي ليش بدو يصير مع سيدة من أصل عشرة يعني ليش مع هاي السيدة مش مع الكل مثلا نحنا للأسف بالأمراض خصلا أمراض النسائية ما في كتير أبحاث أوكي عن الأمراض النسائية بأننا لليوم ما منعرف هو السبب الأندومتريوسيس بعدنا مش عارفين هلأ في نظرية بتقول أنه يمكن يكون من وراء أنه خلال البريد الدعم بدل ما ينزل لبره من خلال المهبل بينزل بيروح بالفالوبكين توبس بينزل بالحوض بس هلأ نحنا صرنا عمل لها أنه في كتير براهين ضد هاي دي النظرية وصار هلأ في نظريات تانية عم تطلع مثل مؤخرا يعني نظرية بأنه هو والفيتس يعني الجنين عم يتكون هاي دول الخلايا يلي يعني بيستعملوا كرمال يشكلوا الرحم والمبيض وهكي بيروحوا بيروحوا على محلات تانية بهذا الجنين وحسب وين بيروحوا بعدين عند السيدة أوكي منلاقي أنه في عنده عند هاي دول الأنسجة بمحلات تانية بجسمه يعني ممكن يكون شي خلقي يعني أصلا ممكن يكون شي خلقي ما قالوا علاقة في يعني ما قالوا علاقة لا ب أسلوب حياة ما قالوا علاقة بشي صحيح يعني بعد الحديث هلأ كل هاي دول النظريات بعد ما منعرف شو هو للأسف يعني بس لأنه حتى هلأ بالأبحاث ملاقي ين مثلا أنه في بنات قبل ما تبلش البريد عندهم ملاقيين عندهم أنسجة مثلا أنسجة مشابهة لبيطانت رحل حتى كمان في كيس لرجال بس كتير كتير قليل يعني أنه بلتقى عندهم بس عادة بس سيب النساء واحدة من الأس العشرة طيب سهلا إذا هو في عوارد يعني قلت لي أنه يتسبب بالتهابات أنا النقطة المشتركة التي كنت عم بقرأ أنه السيدة التي تشعر بألام حادة أثناء البريد تبعها هيدا إشارة إلى أنه ممكن تكون تعاني من الأندومتريوز بس في كتير ناس طبيعي عندهم أنه يحسوا بهذا الألام شو العوارد التي تتميز الأندومتريوز عن غيره تدق تقول أنه يجب نشوف حكيم حكيم أسأل كتير مهم هي مشكلة الأندومتريوز لأنه هذه الأنسجة ممكن يكون موجودين أين كان فمحل ما يكون الأنسجة موجودين بسبب العوارد لكي تكون صعبة أنه يشخص الأندومتريوز حتى معدل تأخر بالتشخيص هو 8 إلى 12 سنة حسب الدول المختلفة فنحكي عن السنين من وقت ما يبلش العوارد لحد يصير عندها تشخيص بس عادة يعني العارض اللي هو كثير مرضى هو الوجع الكثير قوي خلال البريد نحن على الأسف كثير منحس أنه هذا شي طبيعي أو منقول أنه ممكن البنة تبغنج أو تدلع بس هو بالحقيقة أنه كان فيه وجع كثير قوي بالبريد يعني تاخد أدوية ما بتقدر تقوم من التخذ يعني ما بتقدر أنه تعمل أبسط القصص الطبيعية بالحياة يعني أنه تقوم منتخذ تظهر أو هيك والأدوية ما بتفيد هيدا الشي منه طبيعي هلأ يمكن ما يكون أندومتريوز بس أكيد هيدا الشي مش طبيعي وهيدا الشي لازم يعني الناس تعرفوا أنه إذا كان فيه وجع كثير قوي بالبريد يعني هذا دليل أنه فيه شي غلط فلازم أنه يشوفوا شو المشكل عادة هيدا هيدا بيكون عادة العارض الأول بس فيه عوارض تانية بتكون موجودة مع الأندومتريوز مثل مثلا عوارض بالجهاز الهضم مثلا النفخة غصة مع البريد أو بيكون مثلا كثير بالداعو لما بيأكل أكل أو لعية نفس فيه كمان وممكن يكون فيه عوارض بالجهاز البولي مثلا أنه كثير يفوتوا على الحمام فيه وجع مثلا عم يبولوا مثلا هلأ بالحالات الكثير متأدمة ممكن يصير فيه مثلا دم بالخروج أو دم بالبول لأنه هيدول الأنسج بتصير عم تتأدم ومثل بتفوت بقلب الأنسج الطبيعية وعم بتسبب مثلا أنه دم يصير موجود بالبول أو بالخروج هلأ كمان فيه شي تاني أنه الأنسج ممكن تكون موجود على الدايافرام فلما بيكون موجود هون بيصير مثلا نضيئة نفس مع البيريد ما بيقدر يتنفس ومزبوط أو الوجع يمد يروح على الكتف لأنه نفس النار على الدايافرام والكتف فهي مفي عارض الواحد هو اللي بيقلنا أنه هيدا انضومتريوس بس فيه مثل هالعوارض كلها لما بيكونوا موجودين بنصير نشك أنه يمكن هيدا يكون انضومتريوس علشان هيك بيصير فيه كمان تأخر بالتشخيص لأنه يمكن كمان ما يكون فيه عوارض يعني 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 العارض الأول للانضومتريوس يكون أنه المرأة منا قادرة أنه جيب ولد فبتكون عم تعم ممكن IVF وIVF وIVF كيف بتشخص بس سهة تأفهم منك لما بتروح سيدة أو فتاة عند طبيب وعندها هيدا العوارض هو كيف بيشخصها يعني فيه فحوصات ولا بس على التشخيص يعني فحص الطبيب العادي ولا فيه صور لازم تتأكد أنه هيدا ممكن يكون في أنضمتريوز بعدين لازم يعني عمل أكو للحوض أو أمر آي هيدول ممكن يفرجوا مثلا كيس شوكولات وهنا كيس شوكولات هي نوع أنضمتريوز بيكون كيس شوكولات على المبيض ممكن يفرجوا هيدا الشي ممكن كمان يفرجوا أنضمتريوز اللي هو بيكون متقدم الأمر آي والصور الصوتية طبع البلفك يعني ألتراساون بس هون إذا هيدول الصور بيفرجوا الأنضمتريوز اللي هو بلش يصير متقدم أوكي فممكن يكون أنضمتريوز بعد ومش متقدم وما يبين على الصور فالمهم أنه كمان يعرفوا العالم أنه إذا الأنضمتريوز ما بين لا على الألتراساون ولا على أمر آي مش يعني أنه سيد ما عنده أنضمتريوز خاصة إذا عندها العوارض يعني فهون ساعتها لتأكيد التشخيص مية بالمية لازم نعمل عملية نضور اللي هي بتكون صغار وأكيد العملية مش لازم بس تكون تشخيصية عمنا عملية بس تنشخص من عملية كمان بنفس الوقت من عالج اللي هلأ أفضل عملية كرمال معالجة الأنضمتريوز هي أنه بالنضور بالنضور بدي يكون حدا متخصص حاكيين متخصص بالأنضمتريوز بيستقصل هيدول الأنسجة كلهم وبيبعثهم على المختبر بالمختبر بيشاف أنه هيدول أنسجة مشابهة لبيطانة الرحم هون بيكون التأكيد النهائي للتشخيص بس إذا مثلا على الصورة بيان أنه مثلا في كيس شوكولات أو بيان أنه أنضمتريوز التشخيص لازم يصير في عملية نضور عظيم التداعيات الأندومتريوز تصل إلى حد عدم القدرة على الإنجاب بس هيدا من التداعيات الوحيدة هلأ عمشوف على البيج الأساسية أندو أنرابيك عم بتقول أنه في تداعيات كبيرة تتعلق مثلا ب موضوع الأعصاب بتتعلق بالمعدة بتسبب بتسبب بجدار تخترق جدار الأمعاء ممكن يوصلوا إلى إزالة جزء من الأمعاء ضرر للمبيض ضرر بالأنسجة العصابية أوف يعني ما وقفت بس على عدم القدرة على الإنجاب صح مية بالمية نحن بالعالم العربي نحط كثير أهمية على الإنجاب لأنه شيء كثير مهم بالنسبة لنا لا بس بركي وحدة عزبة أو ما بدا تجيبوا أولاد يعني ما فيت إذا بدك ضد النظر عن الأندومتريوز بحجة أنه أنا ما بدي جيبوا أولاد أو أنا ماني متزوجة صحيح وكمان نحن هنا ما في عنا المثققة في أنه النساء يروحوا عند حكيم نسائي قبل الزواج حتى لو كان عندهم عوارض مش الكل بيروح للأسف وكمان المهم أنه كمان الحكمة يعرف أنه الأندومتريوز هو مش بس عدم القدرة على الإنجاب أو صعوبة بالإنجاب فهو يعني من لقيا ب يعني 30% ل50% من النساء اللي عندهم أندومتريوز وعند النساء اللي عندهم أندومتريوز 50% في عندهم أندومتريوز فهو سبب من أسباب أندومتريوز عندهم بس الأندومتريوز مثل ما أنت قلت أكتر يعني من أن قصد بس في أثر حتى على نوعية حياة النساء يعني من عوارد الأندومتريوز الأساسية هي الوجع ممكن يكون في وجع مثلا بالظهر أسفل الظهر كمان ممكن يمد إذا مثلا كان الأندومتريوز هيدا الأنسج يموجود حد عصب أعصاب معينة ممكن يصير يمد الوجع مثلا على الإجران فبتأثر كتير على نوعية الحياة طبع المرضى وهيدا الشيء كمان أساسي للمرضى وحتى نتفاد لبعدين أنه مثلا هيدا الوجع يصير مزمن لازم ساعتها يتعالج على بكير ولازم المرضى يروحوا عند حدا متقصص بالأندومتريوز كلمان يعني يلاقوا الريزولتال أفضل لأنا أنا هون عندي أسئلة لألك في سيدة عم تتواصل معنا أول شي في تحيات كبيرة لألك حول هذا الموضوع بس في سيدة عم بتقول أنه من 30 سنة عرفت أنه عندها أندومتريوز ضلت عشر سنين تعاني من وجع غير محمول ومثل ما قال الحاكيم أنه بتروح لحالة وهيك صار كان العلاج بسيط أنه وقفوا للبريد على ثلاثة شهر متواصلين بكل الحالات العلاج بسيط لأنه أنا بحسب ما قريط أنه بحسب ما عم تقول في عمليات تجرى يعني هلأ هو الأندومتريوز بحد ذاته مرض كتير معقد يعني الواجع بحد ذاته هو كونسابت كتير معقد والواجع هو شيء أساس بالأندومتريوز والأندومتريوز بحد ذاته كأنسجة عم قلتك يعني أختصاصيين ثانيا بالعملية لتنقول مثلا جراح عام جراح جهاز هضمة يكون حتى يعطوا النتيجة الأفضل للمرضى بالنسبة للعلاجات في العلاجات الأدوية هي بس علاجات كرمال العوارض خصا عوارض الواجع فمن هيدول العلاجات مثلا في أول شيء بيعطوا أنه أدوية للواجع اللي نحن كلنا بنعرفها يعني وتاني شيء ممكن يعطوا حبوب مناح حمل أو حبوب البروجستن يعني هيدول بس فيهم يساعدوا بالواجع في سيدات ما بيستفيدوا عليهم لأنه بيكون وصل المرض لمرحلة متأدمة بيصير في فايبر ستشو هيدول ماش بيصيروا يتفاعلوا مع هيدول الأدوية فبيضل قاعدين عم يعملوا عوارض وواجع على المرضى بس إذا فادوا هيدول الأدوية هيدول الأدوية بس بيكونوا عم بيعالجوا العوارض ما بيكونوا عم بيعالجوا المرض بحد ذاته أو الأنسجة بحد ذاته يعني المرض فيه بلو يكون يتقدم حتى لو المرضى قاعدين عم ياخدوا هيدول الأدوية وغلق فيه مثلا هيدول الأدوية اللي هي بتوقف البريد مثلا لثلاث شهر بياخدوه ثلاث شهر أو سبت شهر أو هيك هيدول مشكلة فيهم أنه في عندهم كتير عوارض جانبية يعني يعني هي بيسيكلا بتكون المريضة بمنوبوز عم بيقلل الأسجن بجسمها كمال أنه يخف العوارض بس الفكرة أنه أول ما توقف هيدول الأدوية حيرجعوا يكملوا الأنسجة بيعم يتطوروا وما فينا نستعملوا كل الحياة يعني لأنه في عندهم كتير عوارض جانبية كتير يعني علشان هك حديث هلأ للأسف يعني اليوم العلاج الأفضل اللي هو هلأ موجود هو عملية بالنظور يعني بيستقص الأنسجة بس كتير مهم كمان العالم يعرف أنه عمليات الأندومتريوس هي مش أنه يعني من عملية بسيطة أبدا هي شغلة شغلة ثانية أنه ما في بس نوع واحد عمليات أو عملية للأندومتريوس هو عالتا في نوعين في نوع هو الأستقصال هو أفضل شي وبيعطي أحسن شي ريزولتات للعالم على المدد الطويل يعني ممكن المريضة تروجع بعد فترة في شانس بس الشانس بيكون كتير قليل مقارنة بالعملية الثانية اللي هي عملية حرق الأنسجة الأندومتريوس اللي هي عبارة أنه هؤل الأنسجة بس بيحرقون يعني بيحرقون السورفس طبعا المشكلة أنه بالحرق أنه ما في كتستعملي وين ما كان ما في كتستعملي حد الأعصاب ما في كتستعملي وين كان الحرق وكمان إذا كان واصل الأندومتريوس لو رحلة متأدمة يعني صار ديب بالأنسجة الحرق ما رح يقدر يقيم هيدور الأنسجة علشان هيك اليوم أفضل طريقة كرمال نقيم نستقصل الأنسجة وبالتالي نقيم العوارض هي الاكسجن يعني استقصال الأنسجة واستقصال كل الأنسجة علشان هيك كتير مهم أنه حدا متخصص يعرف طبعا شو هي أشكال هيدور الأنسجة لأنه في عندهم كمان كتير أشكال يعني ما في بس نوع واحد عندهم كتير أشكال في فوق الأربعين بعتقد ويكون عارف وين هيدور لكل الأنسجة حتى يقدر يستقصل ويكون عندهم المهارات أكيد كمان يستقصلون طبيعة الحال سوها كتير عم يتفعلون الناس مع هذا الموضوع في سيدة عم تسألك إنه إذا هي مستقصلة الرحم بس عندها هيدا العوارض ممكن يكون أنضومتريوز ولا لازم يكون الرحم موجود طح هيدا الشغل حكينا عنها بالندوة لا يصير الواحد يكون عنده أنضومتريوز مش ضروري يكون عنده رحم ومش ضروري يكون عنده بيريد مثل ما قلت لك في نظرية هي اللي نحنا كنا نفكر أنه أنضومتريوز هو من وراء أنه الدم يطلع من الفلوك ينشوف على الحوض عم نشوف أنه يمكن هيدا النظرية من صحيحة أو يمكن ما بتفسر كل حالات أنضومتريوز على القليلة وشفنا أنه هلأ الأنسجة هي من زيت بيطانة الرحم هي مشابه لبيطانة الرحم علشان هيك إذا نقام مثلا أنه استقصروا الرحم بس هيدول الأنسجة بعد الموجودين هيدول الأنسجة هيدول هيدول عم عم يعملوا عوارض استقصال الرحم من علاج لل أنضومتريوز كمان في الشغلة كمان كنا نفكرها صحيحة من قبل هلأ عم نشوف أنه لا هي أنه الحبل الحبل كمان ما بيشفي من النظومتريوز في كتير حكما بينصحوا المرضى أنه ليه ما بتجيب ولد أنه ساعاته حيروح لنظومتريوز شفنا هلأ أنه لا الحبل ما بيشفي النظومتريوز هيضلوا الأنسجة موجودين ممكن الحبل أنه بعض الأنسجة يصغر حجمهم بس بعد الحبل وبعد فترة الرضاعة هيرجع الأنسجة هيرجع هيرجع يعني يتقدم المرض حسب كيف هيرجع عند هيد المريضة طيب وشو قصة أنه من بعد الولادة القيصرية تزداد طريبة نظومت عم بيسألك شو قصة حدا كمان سيدة عم تقل أنه من بعد ما عملت ولادة قيصرية سي سكشن عملت أنضومتريوز وأنه قال الحكيم أنه في رابط بين المسألتين كل واحدة ولدت بطريقة السي سكشن ممكن تعمل أنضومتريوز ولاش هلأ مش كل واحدة بتولي سي سكشن هتعمل أنضومتريوز هيدا بتكون المشكل أنه لما بيفتحوا الرحم كرميل يظهروا البيبي بالسي سكشن ممكن هنه عم بيظهروا البيبي يكون أنه في خلايا من بيطانت الرحم ظهرت لبرات الرحم وبتكون يعني صارت بجدار البطن بخارج مكانه واضح بتكون صارت بجدار البطن وهيدا الخلايا كمان بتصير بتصير كل شهر حسب الهرمان بتتفاعل مع الهرمانات وبتصير كمان تسبب عوارض محل ما هي فعادة من ورس سي سكشن بيكون هيدا هو السبب يعني فكمان لازم ينقاموا يعني كمان يروحوا العوال سوها نحنا تنختم معيك بدنا نشدد على رسالة أساسية بشهر التوعية على الأندومتريوز أنه ما حدا يستخف بأي عارض من هالعوارض اللي حكينا فيها العلاج موجود وكل ما اكتشف المرض بمرحلة مبكرة كل ما كانت طرق علاجه أسهل وأنفع بكل الحالة العلاج موجود ولازم نراجع طبيب متخصص لتفادي كل هالتعداعيات بتحب تضيفي شي بعد؟ يعني بحب أنه بس أنه أكد أنه العوارض ما يستخف فيها أبدا خصا بالمجتمع وكمان من قطاع الطب وأنه كتير مهم أنه الواحد يروح عن حدا متخصص بهذا المرض كمال أنه يتفادي أي موضع عفات وكمال ياخد النتائج الأفضل وهنا بس كمان بدنا نقول أنه تداعيات هذا المرض ممكن يكون مش بس جسدية أيضا نفسية على المرأة بظل كل شي يعني عم تمرق فيه صح؟ الواجع مزمن يعني ممكن يصير الواجع مزمن وهذا أنه بأثر على نوعية الحياة طبعا الثانية أنا بدي أشكري كتير صحة على هذه المدخلة معنا بدي أدعي الناس يتابعوك على صفحتك على انستغرام أندو انعرابيك للتوعية حول هذا الموضوع واسمحي لي كمان بدي أوجه تحية لناتاليا اندراوس اللي هي خبيرة الاتيكات اللي بتطل معنا ببرنامج يوم جديد أنا اكتشفت هذا الموضوع من خلال نتاليا اللي كان عندها الجرأة تطلع وتحكي عن مرض الاندومتريوز اللي هي بتعاني منه من سنوات وسنوات تحية لك نتاليا تحية لجرأتك تحية لشفافيتك أنك فتحت هيك موضوع يمكن كتار من السيدات بحسوا أنه تابو يحكوا بهاك المواضيع تحية كبيرة لقليك وشكرا على كل المجهودك اللي أنتعملي للتوعية حول هذا الموضوع على أمل أنه توصل الرسالة